ورجعنا لكم الفاصل دلوقتي انا هتكلم على موضوع مهم جدا ازاي نهتم ونعتني بالبشرة الفتحة البشرة الفتحة طبعا غير البشرة الغمئة ليه البشرة الفتحة؟ ليها طريقة عناية مختلفة عن البشرة الغمئة هقول لكم كذا سبب اول حاجة لان الجلد بتاع البشرة الفتحة بيبقى اكثر حساسية من البشرة الغمئة فبالتالي لازم طريقة العناية بيه تبقى مختلفة جدا المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان اي حد وشه ابيض جدا من المفترض ان هو هتبقى بشرته حساسة جدا يعني ان احنا لازم نحط sun protection factor يعني ايه sun protection factor؟ يعني الواقي من الشمس طب حلو قوي اما نيجي نحط الواقي من الشمس ولسه نحس ان بشرتنا بتتحرق او بتحمر او بيحصل لها حساسية المفروض نعمل ايه؟ لازم نستخدم الSPF او sun protection factor او الواقي من الشمس قبل ما ننزل بعشرين دقيقة يبقى لازم نحط sun protection factor قبل ما ننزل بعشرين دقيقة ليه؟ علشان لما قبل ما نحط الكريم ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي يعمل عملية العازل ما بين البشرة وما بين الشمس فبالتالي يقدر يعمل الحماية يبقى اول حاجة لازم نحط sun protection factor طيب فلنفترض ان انا ماشي في الشارع دلوقتي والدنيا ما فيها الشمس او الجو مش حر او ما فيش اي حرارة في بشرتي هل مفروضة حط sun protection factor اه في السيف في الشتاء في الخريف في الربيع في كل الاوقات لازم نحط sun protection factor بس المفروض منستخدم الكريم ده قد ايه؟ كل ما نقطر كل ما يبقى اوحش يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل اكوشن كده او لازم نعمل معادلة اسمها less is more يعني كل ما نحط اقل كل ما يبقى احسن ليه؟ لان انا ما بحط نقطة قليلة جدا واعمل كده وحطها على بشرتي بحاجات دائرية ايه اللي بيحصل؟ يتشرب في البشرة انما لما حط كتير ايه اللي بيحصل؟ ممكن يسد المسام خاصة ان sun protection ممكن يبقى تقيل جدا على البشرة او الواقع من الشمس يبقى دي اول نصيحة تاني نصيحة هي ايه؟ النصيحة التانية ان انا ما ينفعش احط sun protection او الواقع من الشمس على وشي وانسرقبتي تمام طب انا دلوقتي حطيت على رقبتي المفروضة عامل ايه؟ من اكتر الحاجات اللي الناس بتنساها الايد يا جماعة لو احنا بصنا عن الايد هنعرف ان الايد الجلد بتاع الايد من اكتر الحاجات اللي بتبين عمر البني ادم او بتجاعد بسرعة جدا لان احنا بنستخدم ايدينا في كل حاجة فالجلد بتاع الايد ممكن يبقى اكتر انكماشا فلازم نستخدم الواقع من الشمس على الايد او في اي حتة بتبين في الشارع سواء كانت الايد سواء كانت من هنا من الحد فوق او كده بس اهم حاجة نعملها بحرقات دائرية والفوق يبقى دي من اكتر انواع من اكتر الحاجات المهمة جدا اللي لازم نعملها للبشرة الحساسة خاصة لو البشرة فتحة طيب انا دلوقتي حصل حساسية حصل حساسية في بشريتي المفروضة عامل ايه؟ استخدم حاجتين هيفرقوا معايا جدا طبعا الزبادي بيفرق اوي بس عايزة اقولكو على حاجتين جداد اول حاجة هي الكاموميل الكاموميل او البابونج دي اسمها ظهرة البابونج يا الا بنجيبها من عند العطار وبناخدها ونغليها وناخد المياه بتاعتها يا الا بنجيب اللي موجود في اكياس الشاي وناخد المياه بتاعتها سقعة ونعمل كمدات سقعة على الوش كله يعني ايه كمدات؟ يعني بتاخد المياه ونحط جواها القط نستنى لما القطن يمتص مية البابونج او الكاموميل وابتدي اعمل كمدات سقعة وعلى فكرة تنفع لتحت العين ايه الحاجة التانية؟ الالوفيرا جل او جل الصبار ممتاز لانه هو كالمنج او مهدئ للبشرة لما بيبقى فيها نوع من انواع الاحمرار او نوع من انواع الحساسية يبقى انا دلوقتي قلت على تلات حاجات مهمين جدا هي ايه؟ هي الواقع من الشمس سواء كان عن اليد او الرقبة او البشرة بحرقات دائرية ما تجيش تحت العين احط منه حاجة قليلة جدا تاني حاجة كمدات الكاموميل وممتازة لتحت العين والبشرة كلها تالت حاجة لالوفيرا جل او جل الصبار وهقول لكم بعد كده في حلقات قدام هنجيب الصبارة نفسها وناخد الجل منه هنخلطه بشوية حاجات علشان نحطها على البشرة دي نصيح اللي انا كنت عايز اقولها للعناية بالبشرة الفتحة الحساسة لو عندكم اي استفسار او اي اخطاء انتوا حاسين انتوا بتعملوها او اي وصفات ابعتولي على حسام المراغي او على الصفحات اللي ظهر قدامكم على الشاشة استنوا شوية ونرجع لكم بعض الفاصل تشارع النهار على قناة النهار شكرا لكم اشتركوا في القناة